دينا العطاء المعقول يعني في دقيقة يعني التابس كده إزاي أبقى معطاقة بس بشكل مقبول لنفسي وللغير عشان تبقى معطاقة بشكل سوي لازم تعرفي قيمتك قبل أي حد تبقى أنانية لمدة 6 شهور لسنة وبعدين تغربل المحيطين بيك الأنانية هنا اللي هتخليك بعد 6 شهور أو السنة ومحدش تستغرب من المدة المدة دي اللي هتكشف حقيقة جوزك وولادك وأقرب الناس اللي أنت بتقدم لهم أنت لما هتبقى أقنية هتكشف الوشوش على حقيقتها هتكشف الحاقط والحاسد والمؤذي والنرجاسي والأناني واللي كان بيفكر في حكته هو قبل حكتك في مشاعره هو قبل مشاعرك لكن لو ما عملتش المدة بتاعة العزلة والمسافة ما بينك وما بين المحيطين صدقيني هتعيش طول عمرك سازجة ضعيفة يبقى رقم واحد أعرف نفسي الأول تعرفي إمتك أعرف إيمة نفسي الأول رقم اتنين أدي مهلة لنفسي 6 شهور لسنة في بداية الارتباط أغرب للناس اللي حوالي بالزبط طب أنا أغرب للناس اللي حوالي ليه عشان مرضاش منهم بأقل مما تستحق دي رقم ثلاثة تمام لما أنت هتغربل الناس اللي حواليك هتقدري تعرفي إمتك من البداية كانت تستحق أن أنت تكون موجودة مع المحيطين دول أو لا أنت كنت بتدي في المكان الغلط ولا لا إحنا دايماً ماشيين وعايشين في اللمة الكذابة أيوة بنبقى دايماً عايشين ومفكرين أننا مع العزوة ومع السند ومع الدعب والله للأسف الأقارب والصحاب وأكتر الناس قريبين لنا هم أكتر ناس حقدة ومؤزية وحزدة وبص على عيشتنا وبتقارن حياتهم بحياتنا وبصين في الرزق وفي المال وفي الصحة وفي الولد ولو أنا كلامي غلط بص على حياتك ودي لنفسك فترة بص على نفسك وشوف أنت من يوم ما عرفت المحيطين بيكي حياتك شكلها عاملة إزاي واتغيرت للأفضل ولا حياتك واقفة مكان والحياة دايماً الواقفة لمكانها تبقى حياة ميتة الله حقيقي يعني كلامك شابوية عمر والله على كلامك وبشكرك جداً وقد إيه كلامك بيفيدنا وبيفيد السادة المشاهدين كلهم أنا مبسوط أن أنا معاك عشان دايماً بتخلي الدماغ كده تعلم بيبقى فيه بتنكشيني بصبت حقيقي